واخيرا ابناء تعرف جنزولا من هذا الرسم قصة انفس اعلان لا تج pedag Sammy من خلال كل شي سلام البنات اميراتي سلامان والدفن بالترk يستطيعون الظهر مرحباً بيكم دعاً يا لايد تناقل نزيد بد hinges كما سمعته اليوم قصتنا شاخدة ونزيد مفرحكم لا تكون معنا اليوم قصة واحدة يقدر يكون وجوج ويقدر يكون ثلاثة المهم ما نزيد نطول وندخلهم في قصتنا المباشرة معكم السعدية اليوم ما جيت نعود لكم على واحد خانس العفظة وما كان بغي يدير لي ساعة القانية يا البنات مجبدة مقرصة وعادة في كيد ننسى ربيتوا يا البنات وخليتوا عمروا ينسى المهم قصة ستبدأ نهار الرجلي ستوفى ويجعل لي ثلاثة الوليدات بنيتوا هي الكبيرة ووجوج وليدات صغر منها النهار اللي ما تراجل يحسس بالدنيا يا أخوات ما كنت شعرفة اشنو غادي ندير انا راجلي باقي في الحياة وكنت كنت تعاون معها على الزمان حيث كيف ما كلكم كنت واحد المرأة اللي كتحماق على شي حاجة اسميتها ولادها ارى ما نقدرش انا ولدي قولي يخصني شي حاجة ونقول له الله وراجلي كان موضف على قد الحال يعني الخلصة دياله محدودة يالله يخلص الكراه يالله يخلص المصاريف زمن الاساسيات ما يبقوا للكماليات هادو خاصوا صبات هادو خاصوا شكارات هادو خاصوا منعرف انا هادو الشي كنت انا اللي كنديرو ليهم كل مرة واشكنت كنخدم حتى من الميناجر البنات كنت كنمشي كنديرو عند العيالات بلا اخبار راجلي غير باش نجيب هادو اللقمة ديال العيش وولادي ما نخصص عليهم حتى شي حاجة نهال ليمت الراجل كيف ما كنت لكم دارت بي الدنيا كنت كنقول كي غندير دابع الراجل اللي كان هزني اللي كان كي خلص الكراه اللي كان سدع لي بزاب ديال ببين ههو بشا انا كي غندير نتصرف مع هادو الوليدات ما كونش باغا نهائيا تخصهم شي حاجة هادوك الشي علاش تحزمت وقلت انا مره وخستي نقدم ولادي وربي ما دامحتني في هادو الامتيحان الا وعارفني قدا به المهم هذيك ساعات حزمت للزمان وقلت يا بي يا يا بي وليت كان خرج في السروية وكان بقى نخدم على وليداتي فالسمع طالله المهم جيب بالحلال وبعرق تافي الحمد لله انا راجلي كان مع الدولة الوقت اللي توفى كانوا خرجوا لنا واحد البراكة هي اللي كانت معاونيني واحد شوية على الاقل كنت تخلص بها الاساسيات في حل الكراه والموت والمصارف ديال الدار والمصارف ديالولادي كنت كانت تقاتل بهم مع الزمان وكتجيبهم ليهم وليداتي كنت حطاهم في عينيه وما كيش واحد في العائلة اللي ما كيحلفش بيه حينت الرجال بش لغم ديالهم وعيهم وانا اللي وليه بقي شدال علام مجرد وليداتي القدام وليداتي اللي كانوا يخرجوا من الدار كيف البلار ما نقدرش نوصف لكم من قادية لهم الحويج اللي كانوا يلبسوه دائما الحاجة كيف تخرج في السوق اول ما يلبسها ومولادي واللي كان يريحني وكيف يفرحني في هذا الشي هو انهم كانوا يقرروا مزيان ما كيجيبوا لي يتبريه ما كيجيبوا لي اسطاع وكانوا مؤدبين وحاسين بهذه التضحية اللي كان دير على ودهم وانا انا عائلة اللي مثلا فاقيرة انا عائلة ديالي كانت متوسطة وما عمرش نهار في حياتي فكرت اني نخدم في المناج ولا ندرقعها التمارة اللي كانت ترفيها بالحق على ولادي كل شي هون المهم هي هذو كل الوليدات ما يكون نقسم والو انا هادشي كنت كان امن به وكان عرف انها ديره رسالة وخاصل نقديها كيفما والدينا تقاتلوا على ودنا نحن نقصا تقاتلوا على ود وليداتنا ماشي ماشي كبرو ديرو لي اشي حاجة لا لا انا بغيت غير ندردك الشي لعليه وكيفما نقول دائما الكماله على الله المهم كانت غادية كبرفة الوليدات اللي كانوا كاملين كان احمق عليهم بالحق بالحق لالا غازال كانت يضعينيه كانت عنده واحد المعزة خاصة بيه يمكن انت هي بنت قريبة ليه يمكن انت هي الكبيرة في خوتها يمكن انت تحطيها على الراس كانت تعود ليه انت تعود ليها كانت هي هذو البير ديال الاسرار ديالي حتى انا كنت البيرد الاسرار ديالها اللي كتديرو في حياتك تعود ليه كانت مهدنا كانت فتن بالزين ما زال البنات مكملت حتى 14 عام باقي انا بالنسبة ليه طفلة باقي باقي صغيرة بزاف وغير شكون وشكون انا كنت اقول لهم البنية مازال صغيرة مناويش نهائيا نزوجها وما انكدبش لكم ما كنت باقي نزوجها هذي الساعة وكنت كندفعها بشقرة وخاهية المستوى الدراسي ديالها كان شوية ناقص ماشي كاسولة غير هي عقلها هو هذا ماشي شي واحدة اللي يقراي يفحل خوتها خوتة بارك الله كانوا يقراهم سيال المهم هذيك البنيتة كنت اضعها في عيني اللي بغتها كنجيبها لها حط عليها الراز نخرج ندخل لنا وياها وهي مكان شي واحدة اللي كتطير وليك اول مرة نلقاها في بلاسة كتبش للمدرسة الى ما عنداش المدرسة كتلقيها في الطار وكنت مسكينة كتعاوني من هالي كتكون عندي شي كومون ديال حلوة ولا شي مسمينات كتديرهم معايا المهم كانت يديها في الشقة وبعد المرات كتكون غادي خدامة كانت تلصق في الساق وخانا ما كان بغيش وكانت قولي يا ممتي بغيت نعاونك كان قوليها بنيتي انا كنت اضع هذا شي كامل باشترتاحي كانت قولي انا راحتي معك المهم خلاصة القول هذي البنت كانت هي هذك الدول اللي كنشوف فيه هذك الهوان اللي كنت نفسه كانت هي الروح والقلب ديالي الامر بقات غادية اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا حتى النهار لهذي بنيتي غدير سبع تاشر عام وثما غتيشوفها والدخالتها سيد كيف شاف احمق عليها هذي دول دخالتها كانت في اوروبا يالله كنت ندخل هذه الساعة المهم كيف شافها كانت طوح بالعليها دوام عم ينتهى وقال لها بغيت فلانا قلت لي امو حال اختيت اعطيها لك رجواش الله خطب وغير شكون وشكون واختي ما بغيتش وكتقول لك البنت بقى صغيرة المهم سيدت الولياء للبنية وبدأك يحاول انه يغريها بنتي كيف مكتلك كانت هي هي مختي هي غطايا هي كل شي كيف ضربية اجتت قالتها لي المهم شفت عند موت شكت لها وقالت لها قلت لها اقول الولد تفرق علي البنية امو قلت لي ارى ان اخبئ ليك لابدت حمقات والبنت ومساعد اليوم قبل ان تزوج بها قلت ليها شوفي لا يزوج دعبة خلي عليك البنت البنت مازال صغيرة ولم نفكر في الزواج المهم ان بنتي كيف مكتلك لم يكن بغيت زوجها في هذه الوقت قلت تكبر تقوم بمستقبل تخدم هذا شيء كيف كنت نفكر المهم السيد كان يشاهدك الصيف ولم يكاملت حتى احد اربع شهور مقاعدة كنت نرشح وهذه المرة كان اعرف البنت انها بنت مهمتها تكشي على الجاني مقصد وقال لي يا خالتي اللي طلبتها نحضرها لك انا بنتك غنستطى ونحمق عليها ومعايا ستعيش مخيرة تجي حاجة ما نقصها قلت لوليدي انا ما عندي بقراني غنطلب فيها انا عندي ابنية بغى لها راجع يكون قدفوا مقدراءه اللي تهلا فيها ويعيشها مزيلا المشكلة يولدي ما تشي فيك المشكلة ان البنته بقى صغيرة انا كنقول خلالها غيرت اخذ الباك ديالها ويحنسي دربي قال لي يا خالتي اعطيني غير الكلمة والله ما ندوي معك وقت ما بغيت تزوجيها لي زوجها المهم نعرفها ديالي انا بنتك اللي ما تزوجش بها الحماق وكان السيد غديت طاوي حماق عليها في هذه الوقتها مهم انا هدرت مع البنت وقلت لها شبال لك فولد خالتك البنت تعجبها وكانت كنت نشوف الماديات وكانت زوج شبش لا رجل قبل منه رعتي شحل ديال رجل كانوا يخطبوها كنت تزوجه بأي واحد فيهم انا كنت انا قد تزوجها بأي واحد فيهم على ان انا كنت اشترك جاهز يغيرها وكاني ازوجها سنانه ولوب يعليها المهم كنت قلت له كنت اريد اي دابة تنصيف دين هذا العام قال لي يا وعلو اخالتي والله ما تزوجه عبارة انا لم يخطيه عنك دابة ولكن حتى أنت لا أستطيع أن أعطيك الكلمة المهم أن أجدتها محلولة القادية لا يمكن أن أعطيها له و لا يمكن أن أعطيها له السيد مشا أنا أبقيت مع البنية اليوم وغدة اليوم وغدة كان لديها السيزية و جاء في الصيف و جاءتنا مقصد جاءت مع أهبائي زادت الحويج والكادويات لي وليها والوليداتي أنا عندما رأيت هذا الشيء في حلقة حلقة في الزواجة قلت اسمعها بنتي و قلت لها بنتي العواجة و قلت لها و أنتي و قلت لها قلت له و عدتها قلت له و و السيدة و أصلا كانت أدخال و عائلة و أخي و أخي و أخي و أخي و أخي و يقول لي بنتك ليس لها حسن و أنتي مصيره و أخي و يو دوبار و أبتان لي؛ و حسن أثناء و قلت فنحن و السيد مرموها و طمع لها في العقاد و يقول لي انا قد عليها نمشي لكي نقضي الوريقات و قلت لها بلدي على زرباء الأصلاح البنز مازالة صغيرة و قلت لها نمشي الوريق على خطرنا و هذه الساعة لا تنمشي المهم السيد كاشا دنيا على قد عقلي و قلت لها خاسدي مشكل الدنيا هانية يقضي الوريقات و طيحنا العقاد و تحقيق العقاد قالت احقام 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 لها قالت له هذه هي المعامر التي تلقبها ياوليدي قلت له ابنتي ادخل عليها حتى ادار العراسية و انتظر في طوال الطيارة و اصل لك لك الساعة منك لها و لا يقضيها لها اوه ياقما ايما نقضت المصون اختي و قلت له ابنتي تتقلس عندي قلت لها الشريفية بنتي ما غدت بشلت اشي بلاسة بنتي قلت سهنة وانا غنجيكم من الاخر اعجبكم الحال هو هاداك ما عجبكمش الحال بقي مدرنفطة جيل ميت تحرق دابا هادوك الجوز اللي جمعوني يفارقونا والبنت بسلامة بسلامة والراجل كيف سماع هادوش كلمات وهو يضرب الطم وقال لي يا خالتي لك لا فوق كلامك ولا شوار فوق شوارك ماشي مشكل الدنيا هانيا حينت هو فلول كان طالب مني غر مقول لي اه تولي نفلا قد حتى ولا سمو بغا تضيها تكارفصلية عليها وتبقى تضرب عندها تمارا ولا هو بغي بغي يدخل بها المهم تكلب نواليها سا فيها هادوك سيد مشا ومنهار اللي مشا ما نقدرش نوصف ليكم كمية ديل هاداك شي اللي كان كسافت راه تقضيها كاملة كانت تجينها من برا الفلوس برا البنت ولكن يقولها احقامات فيش المدرسة كان قولها غا بشل مدرسك ما غدري لهك لهك قلت له ندي البيرمي قالها اشنو غا تديري بيه ونقول لها شوفي البيرمي ديالك غا تديريه وهو قولي لي غا يدفع لك ويتقولها لي قلت لي ما مره هاتش اللي قلت ليك سيد ملقى ما يقول لها سافية هادي كنت الفلوس اللي كسافت ليها دوست لها بيع البيرمي كانت اللي بنت ديها فقرائتها كانت كاتت هدار معاه وفي هذيك الوقت كان دياليه كيف المال القليل عارضتوا ما كان غير الحب والغرام والعشق والهويام وفي ما كنت كان هدار معاه كيقول يا خالتي انا غنت هالله فيها وندل ليها ونجيبك عندي وندير ونفعيل ونترك وانا يا سارة حطيقت هذيك الهدراء وقلت هدا هو الرجل السهل بنتي ايوه في الوقت اللي انا كنت فرحانة ناط الحيحة في العائلة ناط لي اختي وقالت لك احقا محقا احنا استولينا لها على ولدها وديناه لها والسيدة ما عجبها حال وقالوا قلت في العائلة المهم انا ما عجبني حال كنت مشيت عندها وقلت لها بغيت غير نعرف اشنو هو المشكل اللي كان قلت لي يا مكين حتى شي مشكل والسيدة قدامي بديت كنت ضحكت لها مضحكيش ليه في وجهه وتهدري ليه في ظهري كان شي مشكل قوليه ليها انا قدامك إذا كان على ودها لك الشاكوش دي القهواء غري يخلي عنده ما عندي ما ندير به وإذا كان على الفلوس هو ركسفت المرته أما أنا الحمد للله راجلي كان في الحياة وكنت خدمة على ولداتي عدبا اللي انقلت كنت له وش عمارك الشيني قالصة لي كان خدمة على ولداتي مقاتلة معاهم وحتدى بالله ما يعطيني ما يعطيني ما يعطيه ما خاصني حتى شي حاجة في هذه الرداءات وصلت للواد والدواء معايا وقالي يا خالتي مديهاش فميرا غير غارت واحد شوية المهم سيد كانت ديلي كيف المال قليل مهم بقينا جارين اليوم غدا اليوم غدا حتى النظهر اللي كان جلبك وانا يا بنتي كنت دير لي هالسويع مخليه مديرا وخاه هو كان كيعقز على القرية أنا كنت كنقول لها بنتي خصك تقرأي بنتي خصك تديمعك شي دي بلون فيديك وخاه غير اللي كان بنتي عندك تسمعي لي كلامه وحتى من طموبيل كنت كنزعمها وكنقول لها خصك تقرصي كنزيد لي هالسويع عند ذلك السيد اللي دارت عنده البيرمي وكنقول لها خصك تعلمي تصوقي مهم كنت كنحاول أنا نقرص بنتي حتى بنتي وخاك كانت حنينة ودرويشة بلاق لها جيدة مهم وصلة العطلة ديلا السيف والسيد وكيف نزل وكيف نزل أو تنظل او تنفس الموال احقام احقام بغي ندخل بالبنت احقام مرتي هاذي كتلوا اها سيدي مرتك هاذي انا محيت هاش لك ولكن انا خصك تعرف ان مرتك من مور العرس راحنا يقدرنا العقد الحق فينا هو الاشهار قال يالله ونديروا ابوها هاد العرس دابة كتلوا العرس ديروا ودخول بالبنت ودخليها ليها قتلوا لا قال يالله وعلاش معلاش كتلوا شوف انت شوف غرف الجنابك شوف الحائلة واش نطرا فيها حيث انا هاتشي كنت حاضر علي يا مابنات كانوا غيرت طاوع عليهم الرجال وكيدخل بيها وكيخلي عند مو خمس سنين حتى هي كتولي طالبها غير لفكاك كيغرقها بتجوليدات ولا بتلاتة وفي التالي كيولي كيجرجر فيها باش يديها لبرة كتلو انا ولدي بغيت الدخول المغريب انا ما عندي ماندير ببرة عندي بنيتة واحدة بغيت انشفها قدام عينية بغيت الدخول المغريب في خطرة واحدة اجي نديرو العرس وددي معك البنت بغيت يديها معك البرة خليت يخرجوا ليها الوراق نديرو ليها العرس ودديها معك المهم سيد شاف حتى اياه ومالقا ما يقول وكان بغي يدير الدخولها بالاخباري المهم حتى انا كنت مبانضية فاش كيقول لي يا بغي يخرج مع البنت كان صفت معها اخوتها بجوج باش تلاتها لي واحد تاني حاضي وكنت مو صياهم وكنقول لهم ما تفارقوش على البنت وحتى البنت كنت مو صياها المهم بقينا حتى كنا دوزنا هدك الصيف من مورها السيد مشا من مورها تقريبا بواحد شهرين خرجوا البنتي الوراق المهم من هالي خرجوا الوراق السيد سيطير بالفرحة جاء نعزل المغرب كي طير لقاني موجدة كل شي تسلفتها البنات وتكلفت وكبرت ببنتي تكبيرة اديان نفس درت ليها العرس اللي كيديروه الرجال الشلاغمية المهم الراجل حتى هو بغي نقول لكم ما دارت حتى هو دار هذا الشي اللي قسم الله ومه كانت كتدور الدور و تقول لهم العرس والدي اللي داروه احقق انتروع لي احقق دارولي احقق فعلولي انا بالفرحة دي البنتي ما كنتش بغي نخسر له هذك النهار المهم دوزنا هذك العرس مزيان من مورها سيد فعلا كان هز مرتو ودها معاه وانا يا فرحانة الحمد لله حسيت براسي ان هذك الشي اللي ليا اراني درتو السيدة نشات صبحات بنت ما كان لها مشكي لا حتى شي حاجة عاد كنت هزيت راسي ومشيت عن تغسي وكتدخلت على القغرب الله من اي مستجتين قتليني قال فشا تدركنا تليك انتوما تقولوا لي بركي باركة لك من تا مهرة ولادك مغي عقلوش عنيك انا غنطي ان راجل يصرف علي انا ولادي وش انا غنطي ان راجل يدير العرس البنتي انا كوكو تبغى الفلوس انت رب عينك شفتي العرس اللي جاو البنتي لكن ممكن زوجة باي واحد فيهم وانتي عارفة مزيان ان اي واحد فيهم كان ممكن يدير لي الدار والطموبيل وما يخلي ما يدير قل بني تارك الشي على عينيك بنت رغم ما تلقيش في حالها جوش المهم سي داسكتات وقلت لي ماشي هكاك وهدولي كي وصلوا الهضراء ما كي وصلوا الهضراء كل ما تقالتش كل ما وصلتش والزيت راسي ومشيت في حالاتي هادشي اللي كنعود لكم راف السيمانة اللي مشيت فيها بنتي ري الله تزوجعت المهمية هاديك مشيت في حالاتي هدرت مع بنتي هادك النهار الامور كاملة كانت خديم زيان ايو اغنعيط لها الغدلي له الفئوiat والله ك Thanos قليت له وصلت لي انت قالت لي من روح writing انت النهار انت النهار سيتم له بيدى وتعلي FBE واصلت لي و لكنهم أراه بريد أن أخذ فرص ولللي وملاتي من إصلاح أمون و أعرفا بريدي فيها و الأساسي مجرد و النجحين فتقط فرص تكون أحداً لدائماً في باريس و أحداً أبردت استمرت هذه هي قطعت بشكل عليك و كل دائر فعل ما دائر صانيت لها و لكنك أخبرت أن بني برسطها ثلاثة من الأصبباء والمستخدمة أهم وودون ذلك والتطور الرجلات كنفطها يومياً وآخر من المستخدمين والمستخدمين نفس البنطان يقول لي كذلك المستخدمين الدمان في البنطان وقد أخبرني إن لم يكن مشكلiempo بقيمة 1 شهر من تشعيد منذ الأنغر مرة تجاوبني و مرة لا كنقول لها بنتي لماذا تجاوبيش احقرة ما كنت مثالية احقا كنت خارجة احقا كنت ديرة حتى الوحد نهار قتلي التليفون ديالي كان عن اسماعيل اوين اشكي كان عن اسماعيل قتلي اللي را ارده معاه المهم انا هنا يبدأ كدخليش تكلف العقلي و حسيتش حاجة ما هيش و حتى البنت عرفت و ضعافة و توليت حالته حاله ما شيدك البنت اللي انا سكت هكاك المهم ايها دي كان عيط لي هو كنقول لها بولدي تهلا مهم السيد حتى اقدرتوا معي ان ما بقعتش كيف ما كانت المهم غدين بقاو اليوم غدا اليوم غدا تس قريبا واحد اه واحد اربع شهور واحد ناركا انا و البنت حتى كذبت لي احد العين ديالها واحد زروقية وهي دايرة لها الفوندوتان مدرقا احقا ماما راهر الماريو ضربني هاو يريغل الماريو ضربك قلت لي اللارا جيت نحلوه و مردت لي البال هاتي 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 كنت عارفة هادا كوض الحرام كي ضربها ولا كده اللي اشي حاشا حسيت حسيت و عرفت ان البنت بابا خش تقول ليه و انا نقول يا سلمات عليك حادة و قد كتشوف فيي و انا نغمزها و يتقول لي يا سلم عليها الخير و الربح قلت لها وشكت عاودين تيا قلت لها شغان قول الحادة قلت لي قولي لها فحالي فحالها وهال حادة البنات و حجارتنا رجل ها كان كي ضربها انا فقلت لها البنت بنتي تربية يدية و كتعافها طيرة يعني حاسة بيها المهم انا فقلت لي هكا كنت عرفت ان هادا كوض الحرام سيكون يواقف حداها و يقول لها اشي نزقون يدير لها شي مراقبة ولا شي حاجة والبنت كتخاف منه و لس مرعودة منه انا تمت ليفت عرفت القبلات الفاتلية كنقول اربيش غادي ندير المهم قطعت معها بديت كي نبكي 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 كنحس بنتي في قنص و انا في قنص مبكيش قد حتى نتواصل معها البنت اللي كانت كنحضر معها يوميا و اللي كانت كنحضر معها مرة في 3 ايام مرة في 4 ايام كنحضر معها خمسا دقيق و كتقطع و دك خمسا دقيق كل هكا ترعد و انا فهمت ان البنت كتاكو لأسا و دير فيها ما بغا مبكيش عارفها اشنو عيشها لان حتى هاداك اللي غا يوصل لي الخبار بنتي غا تعود لي ها هو مخليهاش المهم شى صفية العافية ما أو عرفش اشنو، واحد الراس يقول لي نمشي عندن يمون حيا على اشنو سعفد و كتاكو ستقلّف بلاسي و كان يقول ياربيت ليتاوي ستاوي ياربيت ليتاوي ياربيت ليتاوي ياربية التاوي ياربيت ليلة تلخيتي التليفون و عيت لو حد السيدة من العائلة بالبعها قال له انها Chi P Кстати قال لي أن مرة كنت تعرفين مذهل إلى المدينة فمن مراقبة فهو الناس قال لي أنها газترك فتريع لي العلوي قال لي أنها تتخلق حولك قال لي أن ترى في الرغم القانون او دخل الحبس او دخل حتى او الى بنتي سوف نقول ان هذا الهضر هو الهدرة لم يديه احد ايش اكثر لان نستطيع او الهدرة نريد ان نوصل الى الهدرة اللي سوف نقل يمكن ان تقلل حتى او الهدرة سوف يجب ان تقلل حملة نريك ان تصدق تبدو لها الهدرة هكذا مقدة هدرة لم يكن تكلم هذا 3 أيام لقد اتصدقها ولوض الحرام يعطيها لي من رفز سيمانة من رفز 15 يوم و بلاصة ما يحدى يقول لك يجلس حداها يقول لي كديرا خالصي يخوي لك الدراسة ان شاء الله في هذا النهار كان يقولوا لا بس اوليدي كديرا انت لا بس اوليك كديرا مع الصحة و كنشوف هذه البنس ما نقدرش نوصفيكم ولا بنتي كان عارفها مزيان فاشكت هدر معايا غير كدير الماكياج بش درق الدرابي سيد كيملخها عصايا يوميا ومعي يشها في القهرة والذي زاد لي هادشي هي الوقت لواحد السيدة من العائلة جاءت عندي وقالت لي ياموك تقول ان ولدها عود البنتي انا التربيع و هاداك الفشوش اللي كسم في الشهة كامل وحيدوا ليها انا فاسمع سيدك هادره اضرني قلبي يالبناس كان قول مميمة كان عندي امل ان بنتي النهار اللي غدي سبغي تولد هاداك وضل الحرام غدي يجيبها عندي المهم بقيت سيرا معها و كان هادر معها و كانت حكما بينا حتى شي حاجة و نقولها كديرا و تهالله لي اختيف فوق فول تختي و ديري لي و فعلي لي و انا كل قاة نقذره نحيده من الدنيا المهم بقينا هاكاك اليوم و غدا اليوم و غدا حتى البنت قربة تولد و نقول لي وليدي غتجيب لي والدي تولد هنا قال لي لا لا غتولد هنا قلوا بيلك انت مجيتوش من النهار اللي مشيتو تبق تلتو العام و الصيف مشا ما مش صيف مشا قال لي و هادشي اللي كين قال لي انا ما مساليش و ما غديش نجيبها و زيدون الناس ركيجوا لبرة و يوالده و ماشي كيمشون المغرب انا و الدي بغت يكون عنده الوراق قلت له اخا و الدي ما قلت حتى الشعيب قلت لي وليدي ماشي مشكل صافت لي انا نجي عندك قال لي و ان شاء الله هانا غادي نشوف كومالبلاد انتو ماشوني انا ما صافت لي محتشي حاجة اني صافت لي اغل الوراق باش نمشي عنده ما صافت لي والو دويس مع هاتك ستيدا اللي ملعائي للدراجل دي قلت له العارختي لما غير قلت لي ورائقات نشي قلت لي اشوفي الوراق والله لطلعوا لي قلت لي انا بشي نقول لي قلت لي بنتك تقدر تطلع عملك هي و رجلها قلت لي و لكن انا ما عندي بكتشي حلاقة المهم طلعت و انزلت و استرطيت و محليت مادرت و ما عرفت شنون دير دازت الولادة تقريبين بوحد تلت شهور و ثم غطي علي الخطة الجهنمية اللي غادي تقلب الموازين و غا نعاود لهذا رجل البنتي التربيان سوف يجعله مسكين يتقلى ما غا يعرف راسه و ما نرسليه المهم هي البنه في واحد منها عتا نشيت عنده واحد اختي و كان بكي و هاد اختي كانت هي نشرة الاخبار دي لها عائلة الشي لا بغتيشي حاجة اتا واحد ميساق لها الخبار قولي يا ليه عربته روخته الصياحة التتعيي و تقولي هالعار هاتشي بقبيناتنا را تخرجي من هنا تعيط الاخروج قولي شوفي را كينو 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 هاتشي بقبيناتنا مهم كينو 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 ترى مزيش تحليل لديك حطيفة بتحمل تحليل حطيفة والذي بقي فيها هم هدوك جوج وليدات اللي بقي الحل الساحة كيقرأوا كيغا يديروا كيغا يفعلوا ونطبي بقى لي يعلم الله شحال بقالية واحتمن الدماء قال لي الله وعلم ما يديره ولي غاز عمشي عطله لي الموت اما الامالية ممكنش حينت ذاك السراطة اللي قتلها جاني قتلها من نوع الخاطر جاني في الراس المهم سي تسافيت الفوليها انا نبكي وهي تبكي الله يسمح لي من نهض النهار كنت كنت تفعل شي نوع قتل يا شوف اختي ربي ما يدير غلي فيها الخير وغير سيري وتقولي ايمانك قوي في الله وحنا نوقف معاك وحنا نديره وحنا نفعله وكتليها واخا هزيت راسي ماجي تفين نوصل للدار حتى التليفوناتك يعيطه قالوا شنو عندك؟ قالوا ما يكون باس ما دخلت حتى الدار عمرات ولادي ما فهموا حتى شي حاجة انا بدي سكين بكي وتلحوا لي اخوتي كاملين هم يبكي وانا نبكي وانا نبكي وكا نقول له معار والادي في عنقكم والادي مساكنة يبكي والا شي ماء وكا نبكي فهذه الموضعه اصلت وكتليها المشكلة والادي قالوا لي المسامحة سمحي لي وليوم الدنيا أقول قلت سوف تقولي الثقريت ابنتي شخصة ديخالي لدي بنت في عنقك انا بنت مرتاحة من جهتها حين زوجة بدون بيرتك عندما نجح ذلك نتسجر الولادات وأن نرى لها شيئا لهم في التسارة وأن نتصل بنا هو مستعد لهم ويأت أخيرها أماما طويلة مهمية وكانت تحديل الأمر نظر أماما هو المقارب نتكلم أنه هي لغتوفر الأمر كنت أتأكد بأنني مريضة وعرفوا أن صافي عندي مرض الخيب وقربت نموت المهم كانت عيطت الرجل بنتي وكان بكي وكان قلت له العار لما جيب لي يا بنتي غير نشوفها أنا رفي الموت ما في الموت قلت له أنا ممساليش مجيز عند أمه كان طلب وكان بصعه وكان قلت له شوفي عافك عيطة الولد قلت له يجيب لي يا بنتي أنا ما عارف شحال بقالية عافك 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 يكوني هانية المهم أنا مشيت عيطت له عيط له وخاله لعائلة كاملة قلت له وقلوا لي كونت شوفي السيدة كيف شولت ورما كاملة شاشهر دابت قلت لي السيدة ضعافت عرفتوا بنتي أمه كانت غادي تسطى فاش عرفتني مريضة وجاتني الموت وضعافيت من قلت لكم حالك كيف شولت رفي علان ضعافيت كونت دير الرجيم حسرة ميم كمش الواحد اللي بغيه كده بخصو يكذبها بقادة المهم السيدة فاش بقى وكانت تلبو زوجه فيه وكل شكي عيب وكانت معي في تلفون وشاف نضعافيت تحت عيني يزرق بقوة صغيرة وانا البناس لم يكنش كان نأس عرفتوا الكبدة لي كنت شوع لها هذه البنت اللي بطلح حرام اعزلها لي في بلاد الغربة وخلاها المهم شافح تعيه وكان قال يا واخا غادي نجيبها لك المهم السيدة وفاشة بحالتي القانم مخطو دير اللي متحمر في الدار وحط حدايا واحد الميكا ديال الدوايات المرحوم راجلي الله يرحمه حتى راجلي فاش مات كلمة تهوه بالسرطان وانا الله يحفظني وبرهوا البس عليها والهلات كتبها عليها مهم كنت تحطى هذيك الميكا ديال الدوايات وحط حدايا واحد القرعا لقد قتليهم هذي قرعا ديال زمزم ويرا صراحة قرعا ديالما عادي غير زعم ذاك اللعيب الناس اللي يجيبوا لي مزمزم ودك شئ زمان لكيك طرولي ايه المهم جاب البنت وانا دخلهم وطا حمار وكل شي قلارت عليها الحال وثم قد قطعت الماكلة حين صافي قد بغى نحيد واحد الكريشة قلت هي هي قطعت الماكلة وقصت كان نقول دك الشئ غير بشوية قلت 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 قليلا غير صوبة وكانت شرط عنهم في ماكلة الريجيم ايهوهي البنات قدروا لي الصوبة وستيكات ودك الشئ مهم ما نقول لكم البنت جات مع اول انه يقلس عندي يومين وتبشي هي وياه وشتيت فيها وقلت لي هواهي وبنتي تقلس معايا اهلا ملا قلت له وشوف الموت والحياوح العائلة ضاروا فيه قالوا لي السيدة راينة قوات قوات بقي لها واحد السيمانة وتوفا خلي البنت تشبع من امها والبنت تشبع والأم شمع من بنتها وانت سير الله يسهل عليك قال لي هم واخا المهم فشفني سيدة هكا كان عرف ان هذا الجناح المرته تهرس لأنه مرته لا يبغيها هو مرته يبغيها هو انا اللي خلقها انا جيت وقاسها علي وما يقلت شعليها وعارف انا بقيت اخضر مع بنتي سنخرسها ونجبدها وابو كان بها دمدومة يسلخها في الصباح وفي الأشياء والبنت مسكينة لا تعرف ان تقوم بها المهم سيدة كيف يمشى كنت جرت بنتي عندي وأنكتها البنت عانقاتني وتبكي وتبكي تبكي 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 وتبكي اتفرغت انا غير أخير واندي ابنت الحرام ومتاع رجل كي طارب اكنت في بلد الغربة وبلد القانون ما عرف على ايض هضره وسيقول ايضا اليه قلت لي انتي اي أنا كتت لها بنتي انا مبيحت شي حاجة قلت لي كيفاش قلت لك فما سمعتى قلت لان كتبا غنشوف كاذا كاذا نجترون في حلقه قلت لي ما يمكنش كانت تكتبي إلي اياك اقيا وياليا ابنيتة قلت لي وضعه فيتي قلت لي راحت ابنتي ديرى الرجيم حيت دك الكيلوات اللى متقلين إلي قلت لي يا ماما العارب لما قول لي قلت لي ما عينا كيف ينم وراقك قلت لي هاهو ماما قلت ليها مما كين لما عودت لي ركاريتي لم يخرجها ومما يدرجها مناقلها في الجفاة في الصباح وفي الأشياء ما نقول لك من إجمالها لما يعود على طربيه من بدو جديد وسوف تسمع لي لهدرة ومعن لها بأبده لأنها تبارق الله زينة المهمة البنات انا فشفت هذيك الحالة صفي كفرت كفرت او قلت لها ويا قد قولي الاشي واحد انني ممرضاش المهم بقينا غادي نفذك الموال الوقت اللي كان كون بعد قبل عايت الولادي وحتى هم قلت لهم الحقيقة ويقالوا لي يا ويلي انا خلتوا هنا غادي نحماقوا وقلت لهم وشد خطكم ما بقيتش فيكم شفوه التعيام وكانوا عرفوا ان هذا الشي اللي قدرت هو اللي خطوا يدار قلت لهم شوفوا حتى الشي واحد فيكم ما يهضر ولا يتكلم ما غادي تسكتوا حتى النهار اللي غادي نرتاوي لهذه البنز قالوا لي يا واخا فعلا بقينا غادي نفذك التمثيلية ديال المرض وكيت سناول وقت ديالي امحت الدواي قلت لهم ما نخسرش فلوسي انا على الدوايات قلت لهم جامعة واحد البراكة غادي نخليها الول عقص بنتي طبعا قدرت لها قدرت لها احقجي عندي لدار قلت لها انتي عارفة اخيالتي انا جيز باش نشوف مميمتي ونخاف نمشي سوق عليها شي حاجه والبنت كيف تشوف ناس كي تبكي لما بيها وعلى ذاك شير يدوز عليها المهم بقينا كي حتى تصلت بهذه السيدة اللي من عائلة بباهة ووصلتني بوحد سيد اخر من عائلة بباهة هذا من عائلة بباهة نيت وعزيز عليه بباهة بزاف وبباهة كان راجل اللي يأمرها دار المهم هاد خيناء كان كان وفمتي قديم تسمعه وكي عرفت مموديك الشي احيي طلي قلت لي شوف هاش نواقع واش نواقع واش نواقع واش نواقع واش نواقع واش نواقع قلية البنت عندها الباسبورد يا لقدت لك قلية الولد قلية قلية يا صافي صيف تهم لي انا غنقادلها كل شي قلت له مأكد واش هتوقف مع بنتي بنتي يرى ما كس عرف حتى شي حاجه قلية يكوني هانية تواس مع ايا مرتو قلية شوفي بنتك في الحفظ والصون حتى شي حاجه ما يخصها وهي غا تجي عندي ونوقف معها حتى توقف على حتى ترجي لها ورا الخدمة تلقاها ونكري وليها زالا قلت ليها غير خبيرها تسق من هذا الشي قلت ليها واخا وعليه سافي البنت كانت ديك ساعة خرجت بعت واحد الدبليج دياري ديال ذهب قطعت ليها في طيارة وصفتها وبقيت انا ديراموتا احمر وقلت لولادي حتى شي واحد ما يساق الخبار حتى تعرف بنتي اشنو دار تماما المهم بالبنت وصلت قلت لي دوك الناس اللي يعمرها سلعة منظر اللي وصلت السيد كان ندبر له في واحد الخدمة المهم وقفوا مع هاديك الناس ما كاملاش البلاد سيمانا حتى بنتي قلت لي يا شوفي انا راني خدامة وعيشة معاهم ولكن رف اللخر ديها تشهر قلت لي يا واحد بنتها اراكينا واحد سيد اخرى غادي نكري انا وياها قلت لي يا ماما غيرت هناك قلت لي شوفي دك تكار فاسل دووز عليا هادك خينا انا ران عارفة راسي قلت لي انا غا نوقف على الرجلية وكولي مأكدة انني غا نحمر لك وجه كت لها صافي يا بنتي المهم في هادي المدة ديال تقريبا عشر ايام عشر ايام الناس بدأوا كيسولوا على البنت حتى اللي كيجي كيقول يا فينا هيا هدا كنقولوا مشات الحمام هدا احقا مشات سخر هدا مهم كل واحد واشنو كنقول ليه لهذا ر talked to her husband كني praise talksów اغساسة عقس ثاني النصو كنX عذت الراجلها قالوا سي راح مرتك مياهة راح ا también قلت لي مرسسع معها راح كين عن دمها قال لي مرتك مكيناش عندها المهم عايت المرة قال لها اعلوا فينا ؟ قلت لها عاد ماما قلت لها دووزيها لي ويةقطع لي التلفون عيطت علي جديك Sociop cd me mama 네 when weต learning page to help let's go with you وقال لي وريني ماماك قلت لها ابنتي ما تخافي ما تدهشي قلت لديك النمرة هرسيه ودوي معي من النمرة جديدة ديالك وهذاك خينا الخلوج لو شتبت عيشورة ابنيتي عيشي حياتك وما تسوقيش ليه والنهار اللي تعرض لي قدير يديك فودنيك وجمالي عباد الله تبوحت وديري لي هموت أحمر خلي نيتي يغبر في الحباسات قلت ليا ماما بصح؟ قلت ليا أجل هنا الفلوس اللي اديتي معك باقي عندك قلت ليا باقي اصدت لها اي شيء اخصى تقوليها لي انا اي شيء اخصى تقوليها لي انا بنتي اعطيها دمي لن أعطيها أغلب الفلوس ايوا دا السيدك الليلة الغدلية تقريبا مع هاي السبعات اللي عشية يجب ان نسمع الباب كيدردخ 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 يوانت بكل القواية العقلية قرب 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 حتى حليت الباب السيد كيف شافني؟ كحرب لعمة والظلمة كان دفعني ودخل الداخل قالوا الله يا أخي الله حتى فين مدرب لا سلم لا كلام لا حتى شي حاجة هو يقول لي يا فناية يا مرتي قلت له مرتك شبر مره هل أنت عندك مره ايه بنتي ما عرفتها والدي أنا راح يدولك يدرني راسي ما بقيتش كان عقل هل أنت جبتيها يمتجبتيها دار عندي هو يقول لي يا أديك العقروشة هذك ترهبين ديالك ما تديريش إلي وقدرت يديها في جنبي وطلقت واحد ضحكة آلمية وقلت له هل أنت قلت لها عقروشة وكثرة هبن وبنتي تديرها بيها يكما كي أصحاب لك لديتي بنتي لبرة وصلختي هعصى أنا ما غنصيخ خبار يكما كي أصحاب لك أنا أعصيخ خبار يكما كي أصحاب لك أنا أعصيخ خبار لا حتى شي حاجة يكما عند بالك أنني غنشوف بنتي وما غنعرفش عشن عندها بنتي كانت كندوز الكودات غرب مني لها وانتقلت حدا هكي الحمار أشياطة الرجال قال لي عاودي عاودي شنو قلت له قلت له ما عندي مشكلة لنعاودوها مالها غتخلعنا الحمار أشياطة الرجال هادرة معيورة تقدر تحفظها وتبدأ تعير بهار الشميت اللي في حالك قال لي يا خالتي خلينا نحتار ما قلت له ما تحتاربني شاولدي قال لي يا فينا هي مرتي قلت له ما عندك مرأة وإلا كنت راجل سير طلقها هو يقول لي يا شنو 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 والله لا طلقتها ويكما بغتش عطني مرتي يوخليها عندك أنا غنمشو نحيد ليها الوراق وندير ليها ونفعل ليها ونضحك واحد الضحكة عالمية ونقول له عاودة وليدي عاود شنو قلت يكبت يا صاحب لك أنا ممو كنردع سبعي آش شريف مرتك راه في أوروبا ومشحال هادي وراه يمكن لما قالوا لي النازرها خدمات عيشة عيشة مزيانة وليدي ما تخافش عليها قال لي يا شنو 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 قلت له كيف ما سمعتني قال لي أنا غندير ليها ونفعل ليها وننترك لك لو لك أنت راجل ونسميك راجل سير وقيسها يكبت يا صاحب لك غتلقى هديك غزل اللي عنده 19 عام ومشو اسمعك مغيمدة غديتلقى السعدية تمة شفي يهو يقول لي أنا بغيت هات السراطان اللي في راسك يتتتليك وسموت اليوم أقبل من غدا ونضحك ونقوله ناري يا أخويا وش حال هبيل وش سبقي في ذاك الفيلم أنا الحمد لله ستحي حفصي حمبي حتى شي حاجة خير شوية التمثيل وشكي لواس كانوا عندي زي دين طيحنا باباهم والحمد لله وقفنا مع ابنيتنا واحتدابا إلا بغا تجي الموت غير تجي بنتي الحمد لله وقف على الرجلي هواق في المهار رجال الشلاغمية ما نخاف عليها حتى شي حاجة ووليداتي هوا هوا كيكبروا قدام عينية وأنا ما عنديش المشكيل ماشي والده الشلهبية والده ولد الآصل والفاصل هاللي غنموت غي ترحموا إلي كي تكن تومك سيرا وليدي خرج عليها من هذا الدار قبل ما نعيت لك البوليس قال لي انا ما خارج شبت نبت هنا تلي وريدي ماشي مشكيل نجيب لك شو مينطا قاك يشوف في يوكي حقك هو يقول لنا عارف انتي ما غندي منك لحق لباطل أكيد مرتي ممشت لحتشي بلاصة مرتيكي نعاف المغرب قلت له عندك الحق مرتكي نفسي بتغزولة جيت العرجات عندك وارث في طلعة دي الواتزم غير توصلتم سولهم على الدار دي المرتش ماتة اللي ضحكت الي هي امها خاص يره لي سيطر تزير 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 دل واحد اللي بسونا حطاه ويهز ويهرسه شفت تشيوا انا نضحك نقول يا ولدي الله وعارفك هي تكسي ميهو ما غا تبرتش وبنتي انتي لامر هكذا لك المره جي لها دي الوجه وسيال لي قلت له أنا غا جبالك مالخر وقا تتلقها ودا awesome ما بغيتيش بنتي لا تريد ان تغمض عينيك حتى تلقىها تلقاتك و ذهبت للناس لدينا أخوة متفارقوا عديان و كنت تفعته بالجهد اللي اعطاني الله و اردقت عليه الباب بس يتخرج بره و بدكي عاير بالكلام الخيب يا الفعلة يا التارك اخ دخلت بشوي يعلي قريب قريب حتى الكوزينة هزيت واحد الباني و كبير أمرت فيه الماء و درت فيه شوية جافل و شوية دتيد و حبنت لي واحد البراد كان فيه تشليلة يخويته فيه خويت فيه القهوة موهم و كنت حلي تشترجم بشوية عليا و اخويته عليه السيد مرتاش يغوت يغوت و يبض الله كي تحكو عليه المهم حضرة صمشة لعائلة كاملة ترونات فينا هي بنت فلانا و هي بنت فلانا هاللي كيقول في المغرب هاللي كيقول بره و حيث انا شلهبية و فيها الكذوب والتحرمية سواحد مطيق ان البنت فعلا راه كينا بره المهم انا من في الصمش اللي كي جاي اندي كنقوله نفس الهدرة كنقوله البنت بره هالش اللي كين و كيقولي اللي عقولي الحقيقة كنقوله و اللي بان لك و كرخليه المهم بنيتي الحمد لله اليوم واقف على رجليها حتى شي حاجة ما ناقصها راه اخدمات و كرات الراسها و وقف سماحتها و وقف سعلى رجليها في الأول انا اللي كنت كنصفت لي هالفلوس اما احتدى بره ولا تهيالي بغت تصفتهم لي المهم راه عايشة مزيان تشي حاجة ما ناقصها هالك خانز العفطة من مورة مدر جميع الاساليب اللي بديل اللغوات وصداع جايوا يتلبوزني و يقولي يا العارة خالتي لي مرضي يا مرتي كنقوله مرتك ولو تلاسق تصمم على نرض عمارها لا تكون لك مره اشنو در ارتفاف هذيك العامين اللي كانت معك يقدر اضربتيها و تلغتيها و هنتيها ما خليتي فيها غلي انسيتي يا وولي دي الفرصة كتجي مرة واحدة وانت كانت عندك فرصة وحي يتعامة بين يديك المهم سيطار ونزل حتى اياه وفي الأخر ما صور حتى شي حاجة انا اليوم باقي مقاتل على ودولادي و ما عندي غرهوما في الدنيا و جيتك انا اعود لكم قصتي باش اولا تكونوا عيالات و ثانيا الدق و السكات مع امركم ما تصبقوا العار و خاطصا فش يكونوا نسعب الحيلة دائما كتغلب الحار والحاجة المسورة كي سهل في الله الغزالة ديالي اه نزلت القصة ديالنا ما تنسوش طبعا تخليوا الاراء وتتعالق ديالكم والصاحبات القصة والبنتها و ما تنسونيش منتعالق الزوينة ديالكم اهنا مفقلية الا نقول لكم حبيباتي ما اتخدش بكم كاس معكم شهر زاد اللي كاتحمق و كاتمتاليكم